أنا عندي بلاقي كده حاجات بتظهر على السوشال ميديا غريبة ويلاقي أن بعض السادة المرشحين أو من ينتون الترشح بدل ما يخلصوا وراءهم ويبدأوا يتقدموا إلينا ببرامجهم وننقشها ونستضيفهم على فكرة أهلا وسهلا بأي مرشح بلاقي حاجات بتحصل على السوشال ميديا غريبة أي رأيك؟ يعني في الحقيقة خليني بس الأول نوضح حاجة من يستقوى بالخارج فهو فاقد للتواجد في أدخل طبعا يعني أي من يتحدث أنه يستقوى بالخارج أو ببرلمان أوروبي بأي من هذه الأمور فهو يعلن أنه ليست لديه أي قاعدة داخل قاعدة شعبية هنا أتحدث وبالتالي حينما تريد أن تخود معركة انتخابية يجب أن تكون على قدر هذه المعركة صحيح وحينما يتعلق الأمر بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية هذا المنصب العريق والكبير جدا ومنصب لرئاسة الدولة الأهم إقليميا والأكثر فعالية حتى على مستوى الإقليمي والدولي الآن يجب أن يكون هناك نوع من أنواع احترام لهيبة هذا المنصب وقدر هذا المنصب شوف العالم كله بيكلم مصر المهاردة عشان إيه؟ عشان قضية فلسطينية؟ بالتأكيد وبالتالي إن لم تجد في نفسك القدرة والإمكانيات اللازمة لخوض غمار هذه المعركة الانتخابية فلا تتاجر بهذه المعركة الانتخابية لأن في الحقيقة زي ما قلت هذا المنصب والدولة بشكل عام أكبر بكثير من طموحات من لم يملكون هذه المقاومات لأن هناك مقاومات كبيرة جدا لهذا المنصب الكبير لأن هذه الانتخابات في الحقيقة يمكن مش بيرقبها الداخل المصري فقط العالم كله بيقول مصر وجودها واستقرارها وتوازنها وإداراتها الداخلية والخارجية والإقليمية بتؤثر في الجميع وبالتالي نحن نتحدث عن بعض الأصوات النشاز التي أتمنى أن تعي طبيعة الوضع الراهن وطبيعة البناء السياسي والديمقراطي الذي تم منذ ثورة 30 يونيو والدولة المصرية شعبا قبل حتى قيادة هي تحافظ عليه وتحافظ عليه من خلال بالمناسبة نتائج التصويت المبهرة التي حدثت في الانتخابات السابقة وشوف تحدث في هذه الانتخابات والناخب المصري دائما هنراهن عليه وسنظل نراهن عليه لأن دي بلدنا اللي احنا وأولادنا وأجيال أخرى هيعيشوا فيها فإحنا لازم نحافظ على هذه البلد اللي احنا تربينا فيها وإن شاء الله يا رب نبضل فيها طول عمرنا بشكراك أستاذ جامر رائف كانت بقى الصحفي الكبير شرفتنا نورتنا شرف لا يا فإننا شكرا اشتركوا في القناة